من اولياء الله المتقين ومن عباده المخلصين ابو عمر اويس بن عامر بن جزء ابن مالك المرادي القراني اليماني ادرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وهو خير التابعين كما ورد في الحديث كان رضي الله عنه مستجاب الدعوة وقد اصيب بالبرص فدع الله فشفاه فقال دع في جسدي منه ما اذكر به نعمك علي فبقي منه اثر كموضع الدرهم وفد اويس مع اهل اليمن الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم اويس بن عامر مع امداد اهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه الا موضع درهم له والدة هو بها بر لو اقسم على الله لابره فان استطعت ان يستغفر لك ففعل قال عمر فاستغفر لي فاستغفر له كان رضي الله عنه مجتهدا في العبادة صادقا مع ربه لذا كان كلامه مؤثرا في الناس قال اسير بن جابر كنا نجتمع في حلقة فنذكر الله وكان يجلس معنا فكان اذا ذكره ووقع حديثه من قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره كان مرهف المشاعر يحس بالفقراء ويعطف عليهم فكان يتصدق بالطعام ويقول اللهم اني اعتذر اليك من كل كبد جائعة وجسد عار وليس لي الا ما على ظهري وفي بطني وكان زاهدا في الدنيا مقبلا على الاخرة قيل له كيف الزمان عليك فقال كيف الزمان على رجل ان اصبح ظن انه لا يمسي وان امسى ظن انه لا يصبح فمبشر بالجنة او مبشر بالنار استشهد ويس رضي الله عنه يوم صفين سنة سبع وثلاثين للهجرة فرحمه الله ورضي عنه